اشتركوا في القناة تحقيق المزيد من التقدم والنمى في ظل قيادة فخامته مشيدا سموه في هذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مساراتها من تقدم ونمى على الأصعدة كافة كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية ترجمة نانسي قنقر